اهلا بكم من جديد سنواصل الحديث حول اثر الموازنة العامة على الاقتصاد الكل للدولة وارحب بضيوفي مرة اخرى في هذه الحلقة التي امل ان تكون مفيدة وتخرجنا بنتائج لكن اسمح لي استاذ يوسف انت ذكرت برامج الاصلاح الاقتصاد بعض المحللين يقولوا انه البلا بدى من هناك من برامج الاصلاح الاقتصادي وانه في ذلك الوقت يعني قيل انه القطاع العام سيباع الى القطاع الخاص سيتطور بشكل افضل سيؤتي مداخل انا بتذكر كلام قيل وابعرفش اذا ما زال صحيح ولا لا لما باعت الدولة حصتها في البوتاس قالوا انه الان نسبة العشرين في المية او نصف حصة الحكومة في البوتاس ستدخل عائدات الضعاف ما كانت علي لما كانت حصتها اكبر قيل هذا الكلام بعرفش اذا صح صح يعني صح انه قيل ولا صح انه هيك كانت النتاج صح انه هيك كانت النتاج ايه اذا كان في عندنا مؤشرات بتقول طيب انه احنا ماشيين في اصلاح اقتصادي داخلين في نظام عالمي جديد حتى 2004 ضلينا ماشيين بالاصلاح الاقتصادي شو صح بعد 2004 بعد 2004 يا سيدي قلنا انه تخرجنا من برامج الاصلاح الاقتصادي نعم وبعد ما تخرجنا طيب بدت برامج تطلع بشكل اعتقد انه غير منظم وبعض البرامج كانت طموحة جدا في رؤيتها ولم تحقق نتائجها وهي برامج وطنية طيب اه وانا مش متفق كليا مع برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكتبت عدة يعني بحوث بالعملية نعم لكن احسسنا بانه سقلع ايام البنك الدولي والآيم اف لما كانت تدار هاي المشاريع بشفافية ومنافسة واسس علمية وفي كتاب كثير محللين اقتصاديين هلا بقولوا انه يا ريت نرجع لأيام الاصلاح الاقتصادي في عهد صندوق النقد الدولي هلا الخسخصة كان هدفها احد هدافها المعلنة هو تقليل حجم الحكومة لكن خلال العشرين السنة الماضية نجد انه الحكومة سنويا كان بتوظف بالمتوسط ستة بالمية اضافة طيب ستة بالمية في سنة الفين وثمانية كان في قفزة في التوظيف كان نسبة توظيف تسعة بالمية طبعا لأن الحكومة زادت عجزها وانفقنا اموال التخاصية هدرناها الاموال التخاصية في سداد الدين مقابل وكل القصة صارت معروفة البلد انه اخدنا خصم 11 بالمية بينما نزل اليورو طلع اليورو مقابل الدولار المربوط فيه الدينار فدفعنا مبلغ اكبر وما كان في داعي نشتري هدين انتهى فينا الامر ودفعنا اكثر من ثمنه واستعملنا اموال التخاصية واموال تخاصية جديدة وبنفس الوقت التففنا على اموال التخاصية مشان ندفع رواتب يعني نفس الحكومة اللي دفعت 2.25 مليار دولار استدانت في ذلك العام مليارين دينار من شان تدفع رواتب وحسب قانون التخاصية ممنوع تستعمل اموال التخاصية في دفع رواتب هي تذهب للنفقات الرأسمالية لانه هذا اموال البلد فبدك تحسن رأس النفقات الرأسمالية في بها في ملاحظة اخرى اريد ان اشير اليها انه النفقات الرأسمالية حسب ما اشارت الاجندة الوطنية مشروع الاجندة الوطنية وكانت افضل وثيقة اقتصادية في الاردن في وقتها في سنة 2005 اشارت الى ان 75% من النفقات الرأسمالية التي تعد رأسمالية في موازنة الدولة هي ايضا نفقات متكررة لذلك يجب ان نكون حصيفين جدا في ماذا نعتبره رأسمالي وغير رأسمالي لانه يدفع رواتب ومعاشات وقد ترتب التزامات متتالية للحكومة انا الحقيقة سؤالي في شق سياسي لما سألتك على موضوع البرامج الاصلاحي الاقتصادي اليوم اللي منشوفه في العالم العربي وهالثورات بتقول انه ما شاهده كانت لما كانت الدول مسيطرة على الاقتصاد حتى القطاع الخاص كان ابن القطاع العام يعني عنده علاقة معه بطريقة اخرى وتحت عنايته وتحت رعايته وكان القطاع العام يعني على الاقل يحفى بالقطاع الخاص على اعتبار انه بيجي منه ضرائب وبيجي منه هلا اللي بصير في العالم العربي على شكل يعني ثورات شعبية واعتصامات والاخرية ناجمة عن الشعور بعدم الثقة بالدول والحكومات ناتجة عن الفقر والبطالة والفساد اللي يخلق مجموعة صغيرة او دوائر حول الانظمة وحول الحكومات والاخرية وقال لك يا اخي نحن عم نأخذ مننا الضرائب ونتأخذ مننا كل شيء والاخرية واموالنا منهوبة ما عم ترجع إلنا كثير من المحللين قالوا انه نقطة البداية كانت انه العالم العربي اللي دخل في قطار العولمة وبدأ يتخلى عن ولاية الدولة دون ان يخطط لذلك بشكل سريح حتى احنا بنعرف عنا وفي العالم العربي اللي كانوا مسؤولين في الدولة في ذلك الوقت صاروا اصحاب شركات معناه كيف معناه زبطوا الامور وطلعوا لقفوها لحالهم من برد مضبوط يمكن ربح تذكرت يا نصيب هو في المنصب العام ما بتعرف لا هو السؤال انه لا يعني اليوم ليش عم نتخلم انه هو الواقع الاقتصادية الان صح انه الناس عم بيعبروا عن نفسهم سياسيا واحزاب ومش عارف ايه لكن لأساس القصة هي قصة اقتصادية اجتماعية وكان مفروض انه نرتقي الى الامام في وضعنا الاقتصادي والاجتماعي ارجعنا وراء عنا فقر وعنا بطاني والله اذا بنطلع على الارقام اذا كانت دقيقة اللي عم تنحكى باموال المسؤولين التي نهبت يعني ارقام ارقام مذهلة والشيء الغريب انه يعني كأنها يعني غريب يا ارقام مذهلة لو صرفت على شعوبهم وعلى تطويرها يا اخي اخذ يحط بجيبته مليار هو لازم يحط عشرين وثلاثين مليار فلذلك يا سيد العزيز هو وضية الفساد هو جزء من تدمير الاقتصاد وتدمير المجتمع ولكن انا ما بعرف ليش احنا بننتظر ليحصل الفساد عشان نحاسب عليه وينحنا ما يكون عنا من نقول عنا مؤسسات بتراقب وعنا تطقيق داخلي وخارجي وعنا دوان محاسبي وعنا وعنا وبالنهاية نجد حالنا وهذا الموضوع ليس جديد صلنا نتحدث فيه من عشرين وثلاثين سنة الى الان ونتكرر ونعطي ثقة لأفراد يا اخي يعني في مثل بقول حرس من اخيك ولا تخونه الاساس انه يكون فيه نظام للانفاق ولا الصرف يعني زي ما تفضل الدكتور حول المشاريع بعد ما تتسوى الدراسة وبعد ما تنحال المشروع بيصير تلاتين واربعين بالمئة يجب ان يحاسب هذا الفساد بعينه حطي لحطي التقديرات واللي عم بنفذ وانا على الطلاع وانتو على الطلاع لو تطلعوا على المشاريع واسعارها الحقيقة اشي خيالي يعني اليوم عندنا موضوع يعني الحكي على سكن كريم وعايش كريم وليتحدث على العايش عفيف الارقام اللي انحطت ارقام مذهلة وغير منطقية ولم يتتم حطاء عمل عطاءات ونلزمت لها مجموعة من الشركات هي السعر الموجود وتوكلوا على الله واشتغلوا وغيرها من المؤسسات يعني اليوم احنا الى متى سنستمر بهذا الوضع وزي ما حكيت هنا ابن شوي على موضوع صندوق المعون الوطني والدعم اللي عمل بنروح لجهات لا تستحقه في حالات كثيرة يعني اليوم دعم البترول عام طب ما بيصير انا للي بده يطلع يطلع يترفه بسيارته ادعمه فيجب ان نبحث هذه الطريقة لانه انا انا بتعرج على هذا الموضوع كيف نخفف كابونات كانت نخفف من موضوع الانفاق ونحول الدعم لاصحاب من يستحقه يصاره يمصله اله بدل ما احنا ندعم السكر وندعم الطحين والقمح وهذا وبلغ مؤخذ عم بتاخذ علف للحيواناتنا انه سعره ارخص من ما تشتري الشعير وبالتالي نفس القصة في الامور الكثيرة اللي احنا بين ايدينا فلذلك انا الاوان كمان تغير في اسلوب العمل حتى يعني ننتهي من امور هذا الفساد ومن امور الخلل برضو انا الان بس اكمل كلمة الان احنا عم بنقول الفساد وعم بنحارب الفساد وصحيح وآمة الحركات هاي بس كمان يا اخوان كمان هل الفساد مفتاح كهرباء بنفتح بنصير فساد بنسكر بنوعب الفساد زي ما صار الفساد على مدار زمن طويل اذا يحتاج عملية العلاج طبعا لازم نقصر الفترة من خلال وضع الضوابط والتركيز الحقيقة بالاعلام عندنا على موضوع محاربة الفساد بشكل كده نعم فلذلك احنا نتمنى على بلدنا انها تتجه فعلا لتنظيم العمل ولانه احنا كمان من الدول اللي دخلنا قليل نعم ميتنا قليل لكن انا البأسف انه عندنا موارد طبيعية يا اخوة من معادن ولا الان ما حدا عم ما بفكر باستخراجها يعني مع تقديرنا للمؤسسات الموجودة وزارة الطاقة وده المؤسسة الموارد الطبيعية كده طب هدولة ما كمان مؤسسات عم ندفع عليها ملايين ملايين خمسين سنة صلها طب ايش اللي عملته في البلد عشان احنا نيجي نستفيد من خبرات الموجودة والدراسات الموجودة كمان حتى نطلع من ازمتنا المالية كمان بحاجة نغير سلوكياتنا وطرق استثمارنا ولا اذر وايز يعني بدنا ندرنا بالحال اللي احنا فيها لانه لازم نعرج هل في مقترحات للحال ولا ما فيه هل بدنا ندرنا ناخد درائب وندفع رواتب يعني يعني فيه تساؤلات كثيرة لكن احنا لاحظنا مثلا في توصيات اللجنة اكدتوا على الحكومة ضرورة قيامها بتقديم تقارير ربعية عن الحالة الاقتصادية والبالية تعطينا يعني معناها انتوا يعني حالة محردين في الاعتبار انه كمان اللي منحكيه اليوم ممكن يتغير بكرة وبالتالي لازم نكون على الطلاع بشكل مستمر سيدي اولا مجلس النواط هو مشرع ومراقب طبعا ومن مهامه اقرار الموازنة وبالتالي عملية اقرار الموازنة حتى بتصل بشكل طبيعي يجب ان نتابع ذلك بعملية المتابعة وإلا تبقى حبر على ورق الآن نحن الجدين يعني اوكي شكرا لحكومة عم تعمل تنمية سياسية وتواصل مع المجتمع واللجنة حوار لكن احنا قضيتنا بورد مش قادرين شخصها احنا قضيتنا اقتصادية نعم ولا لا طبعا فبالتالي اذا كان اقتصاد صالح هذا مربوط السؤال يعني لما بيحكي جلالة الملك كلمات واضحة بيقولك لا سياسة او لا تنمية سياسية مع الفقر والجوع طبعا ولا لا فمعناها رسالة واضحة انه اهتموا بالقطاع الاقتصاد اولا ومن ثم بالسياسة نعم لكن الحكومة تلقت ذلك بان توجهت باتجاه السياسة شكرا لها لكن احنا كمجلس مواب الآن ان شاء الله بالايام بالجلسة بكرة عنا اخر جلسة وراح ينطلق الموضوع راح احنا ان شاء الله بعمر المولو من كل اللجنة المالية بشكل لجلسة حوار انه اقتصادي للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي حتى بننهض بالاقتصاد ويلعبوا الدور تبعهم ولازم يكون لهم دور احنا ممثليهم وبالتالي يجب انه عين الحكومة على حمل المسؤولية لانه الان احنا مش عملية الطبط والفار ندور عليه زي ما حكى ساعات انه بس يخطئوا وبعدين احنا بنحاسبهم لا احنا بننوجههم لانه والله بلدنا غالي علينا كثير وبدو بلد احنا ما بنسوه ولا شيء بالجانب الثاني ذكر كلمات جميلة جدا احنا بلدنا بخير صحيح انت بتأكير الله احنا وضعنا المال الان وضعنا المالي المالي وضع تعبان بحاجة فعلا الى شد الاحزمة ونتعامل بالارقام اللي موجودة عنا لتوليد ما يمكن توليده لكن بالجانب الثاني انا بحكي لك والحمد لله رب العمين احنا عنا مليورانيوم وسطحي والاقوان بارفين هذا عنا كميات كبيرة جدا والحمد لله رب العمين عنا صخر زيتي صخر زيتي طبعا انه اليورانيوم وتحته طبقة الصخر الزيتي حتى شيل الترابة اللي بدن نشيلها عن الصخر الزيتي بنلاقي تحته صخر زيتي وفي نفس الموقع النحاس وفي نفس الموقع الحمد لله رب العمين وكمان احنا عندنا بشرة جديدة بامر المولى راح يكون عندنا كميات تجارية من الغاز على الحدود الاردينية العراقية وراح يكون فينا مذكرات تفاهم ما بينه هم بيأخذوا بيستغلوا بالنفس الحوض بامر المولى فالأيام الجاي ان شاء الله بتكون افضل بس لا ننتظر الايام القادمة يجب ان نلعبين ولا ننسى ان دبي مستورد للنفط ووصلت الى ما وصلت اليه على ايدينا نحن من بناها وبالتالي نحن لا ننتظر ان نقول عنا بترول لما عنا بترول وانحنا عندنا كنز اقوى انه احنا الحمد لله رب العمين ايدي عاملة مدربة وكفاءات الحمد لله رب العمين كفاءات اردينية يمكن تسخيرها لحمل هذا الاقتصاد اشتركوا في القناة